السلام عليكم أيها الأصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والأسطوري وكلا هذا على قناتكم جامز بار في مقطع اليوم أصدقاء سوف نتعرف على 6 خطط أسطورية قام أحد الأشخاص بمشاركتها على الفيسبوك في مجموعة بمس أو جروب بمس هذا الجروب الخاص بلعبة فوتبول أتمنى أن تعجبكم هذه الخططة أصدقائي وقبل الدخول في المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للفيديو الاشتراك في قناة إذا كنت غير مشترك معنا بعدية صديقي كذلك فعل زر الجرس حتى تكون من بين أبايا الأشخاص الذين يشاهدوا المقاطعات الجديدة على القناة ولا تنسى كذلك ترك تعليق محافظنا وتتواصل مع الأنستغرام بخصوص أي استفسار أو أي مشكلة تواجهوك في اللعبة تواصل مع الأنستغرام سوف أجيب الجميع إن شاء الله ولا أنا أصدقاء ندخل في المقطع ونتعرف على كل الخطط ننتقل الآن إلى أكسترى أصدقاء يوزر إنفوميشن دريم تيم ثم بيستيم هنا بعد ذلك سوف نقوم بالذهب إلى أسيا بعد ذلك أصدقاء سوف نقوم بالضغط هنا على ميجيا سودا جيتو لي كما تشاهدون وكما تشاهدون هنا أصدقاء سوف يظهر معنا العديد من الفرق الفرق الذي سوف نحصل منه على هذه الخطة أصدقاء سوف يكون هو هذا الفرق وهو أول فرق معنا في المقطع نقوم باختياره ثم نقوم بالضغط باك مرة أخرى هنا أصدقاء ونقوم بالعودة إلى الخطة الخاصة هنا من هنا جيم بلان نقوم بالضغط على المداري فورميشن تشينج ديفولت وكما تشاهدون أصدقاء فهذه هي الخطة خطة أربعة أربعة إثنان من بين أفضل الخطة التي يمكنكم الاعتماد عليه أصدقاء وكما تشاهدون هنا يمكنكم اللاعب بلاعبين ديم أف وأنا شخصيا ودائما أنصحكم بالاعتماد على لاعبين ديم أف هنا أصدقاء حتى تقوموا بالتغطية الدفاعية الجيدة ولا تتلقون هجمات مرتدة من الخاصة بالنسبة لمركز المف والرمف دائما أصدقاء أنصحكم بالاعتماد على لاعبين يتميزون بالسرعة وكذلك لديهم عرضيات جيدة أنكم سوف تحتاجونهم في لعب كرات عرضية أما بالنسبة للسرعة لعبين أصدقاء المناسبة لهذه الخطة فهناك السرعة الخطة وهناك كتلك كويت كونتر و الفاقี لو نستطيعро تبقى 3 سرعة لعبين أصدقاء مناسبة بالنسبة لهذه الخطة وننتقل إلى تھاني الخطة معنا في المقطع اليوم نقوم بسرعة بتذهب إلى الأكسترا للتعرف على التاني الخطة معنا في هذا المقطع الأصدقاء والتي سوف تكون من أمريكا كما تشاهدون نقوم بالتغطيده على نورتان صورتر لمريكا بعد ذلك نقوم بالتغطيده امريكا ليك كما تشاهدون استقاع سوف يدار معنا العديد من الفرق وسوف نقوم باختيار هذا الفريق ونقوم بالرجول مرة اخرى الى الخطة الخاصة بنا ونرى الخطة الخاصة بهذا الفريق ونقوم كذلك بشرحها بالتفصيل نضغط تدار معنا الخطة نقوم بضبط اللاعبين كما تشاهدون يا اصدقاء وهذه هي الخطة كما تشاهدون هنا يعني هذه الخطة سوف يقول لي البعض انها مشابهة للخطة الموجودة في اللعبة بطريقة عادية كما تشاهدون 4-3-1 لكن انظروا إلى هؤلاء اللاعبين هنا SMF بعيدين أصدقاء أما بالنسبة للخطة الموجودة لدى هذا الفريق يكون هناك تكتل دفاعي في خط الوسط مما سوف يعطيك خط وسط قوي ومنتظم وسوف يساعدك على بناء هجمات سريعة كما تشاهدون من هنا أصدقاء نقوم بإضافة مثلا اللاعب نايمار في مركز IMF سوف أقوم بتغيير اللاعبين فقط من هنا أقوم بإضافة لاعب نايمار هنا وعد ذلك أقوم بإضافة اللاعب ولعني أصدقاء أصبحت الخطة جاهزة كما تشاهدون بنسبة للصالة لعب أصدقاء بنسبة لهذه الخطة فهي منتظم للقويت كونتر واللونغ بال كونتر وكذلك منتظم للصلايل الاستحواذ يعني استايل استحواذ والهجمات المرتدة سوف تكون معكم هذه الخطة أصدقاء جيدة بشكل أسطوري ولان ننتقل إلى تاني خطة معنا في هذا المقطع إلى تاني خطة معنا في هذا المقطع يأصدقاء والتي سوف تكون من أمريكا الجنوبية والضبط من الدوري الكولومبي نقوم بالضغط على صوت أمريكا هنا كما تشاهدون ثم نقوم بالضغط على الدوري الكولومبي وهو الدوري موجود معنا نقوم بالنزول قليلا ونرى الخطة الخاصة بهذا الفرق كما تشاهدون هذا هو الفرق الذي سوف نحصل منه على الخطة نقوم بالعودة بسرعة إلى الخطة الخاصة بنا ونرى الخطة الخاصة بهذا الفرق الأصدقاء نضغط على هنا بعد ذلك سوف تظهر معنا الخطة نقوم بإضافة لعبي المناسبين في كل مركز. وكما تشاهدنا اصدقاء تصبح معنا الخطة بهذا الشكل. تبقى خطة جيدة بشكل كبير في خط الوسط. وانصحكم بالاعتماد على لاعبين دم اف هنا اصدقاء. من اجل التقطيع الدفاعية كالعادة. دائما لاعبين دم اف يكونون جيدين اصدقاء حتى في الحالات الهجومية. سوف يكونون جيدين معك رغم انهم دم اف. لان هم يساندون دفاعيا وهجوميا. وانصحكم دائما بالاعتماد على لاعبين يكونون جيدين في مركز السا ام اف. وكذلك جيدين في مركز الدا ام اف. مثلا اللاعب كيسي اصدقاء. جيد في مركز السا ام اف. وكذلك جيد معي في مركز الدا اف. مثلا كذلك اللاعب كيميتش واللاعب طوني كروس. مثلا انا هنا اصدقاء سوف اعتمد على ثلاث لاعبين دم اف. من اجل التقطيع الدفاعية. وفي مركز الام اف اعتمد على اللاعب لايمار او ميسا او اي لاعب متوفر لديكم. الام اف وأرامنا في كنون سريعين ورأس حربة يكون كذلك السريع وجيد في التسديد مثل اللاعب هالندي أصدقاء بالنسبة للصريحة اللاعب الخاصة بهذه الخطة فهي مناسبة للستيل أوتوايد وكذلك والاستحواد والقويك كونتر واللونج بال كونتر ولعن أصدقاء ننتقل إلى رابع خطة معنا في هذا المقطع ننتقل الآن إلى رابع خطة معنا في هذا المقطع يا أصدقاء والتي سوف تكون مينا الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ونقوم الان اصدقاء بالذهاب الى اوروبا هنا بعد ذلك نقوم بالتغط على كما تشاهدون ونقوم بالنزول قليلا ونقوم بالتغط على فارق كما تشاهدون نقوم بالعودة بسرعة الى الخطة الخاصة بنا ونرى الخطة الخاصة بهذا الفارق نقوم بالتغط على وتظهر معنا الخطة اصدقاء نقوم باضافة لعبي المناسبين في كل المركز وكما تشاهدون اصدقاء فهذه هي الخطة التي انصحكم بالاعتماد عليها بالنسبة لفارق افرطاني اصدقاء خطة رائعة وانصحكم بالاعتماد عليها مئة بالمئة سوف اقوم باضافة اللاعبين هنا كما تشاهدون تبقى خطة مثالية اصدقاء وجيدة بالنسبة للكويك كونتر لن تكون جيدة معكم اصدقاء بل الكويك كونتر او الهجمات المرسدة السريعة وكذلك الاستحواذ وكذلك ستايل الاوت وايد سوف تكون جيدة معكم بشكل جيد في هذه الثلاث صائرات اصدقاء اما بالنسبة لباقي صائرات اللاعب فلن تكون جيدة معكم فبالاعتماد على الامف والارامف تستطيع بناء هجمات سريعة وفي نفس الوقت تستطيع لاعب كرات عرضية اما اذا كنت تريد الاعتماد على لاعبين هنا دام ايف فيمكنك ذلك لكن هنا يمكنك تركهم كاس ام ايف لانك سوف تلعب باربع مدافعين وكذلك لديك لاعب ارتكاز وبالتالي سوف يكون التوازل الدفاعي والهجومي والان ننتقل الى خمس خطة معنا في هذا المقطع الخطة الخامسة الاصدقاء التي سوف تكون معنا في هذا المقطع سوف تكون من الدوري البرازيلي ولكن الدوري البرازيلي الدرجة الثانية ونقوم بالضغط على السوء الامريكا هنا كما تشاهدون ثم الدوري البرازيلي الدرجة الثانية وتالت فريق موجود في القائمة مباشرة نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالضغط باك باك مرة اخرى ونرجع الى الخطة الخاصة بنا من هنا استقاء نضغط على المدر ونقوم بضبط اللاعبين كما تشاهدون او سوف اعتمد على هؤلاء اللاعبين يعني بشكل عادي نقوم باضافة اللاعبين هنا استقاء مثلا سوف اعتمد على اللاعب هنا بعد ذلك سوف اقوم بجلب لاعب جيد في مركز الامف مثلا سوف اعتمد على اللاعب نايمار اصدقاء مثلا اجلب اللاعب نايمار من هنا واقوم بضافتي هنا بعد ذلك اقوم بجلبه مباشرة هنا مثلا في مركز الاربي سوف اعتمد على اي لاعب مثلا جيد معي هنا لدي على لاعب كوادرادو جيد سوف اعتماد على لاعبين دعم اف ولاعب الام اف ام اف ار ام اف ولاعب وحيد رأس حرب يمكنكم الاعتماد على امبابي او هالند او اي لاعب متوفر لديكم كما تشاهدون اصدقاء في هذه الخطة مناسبة بالشكل رائع لستايل اوتوايد وكذلك الكويك كونتر وكذلك استايل الاستحواذ بالنسبة للونغ بال كونتر ليست افضل شيء خطة اللونغ بال كونتر انصح انا شخصيا بالاعتماد على لاعبين رؤوس حرب وليس لاعب واحد فقط في هذه الخطة اصدقاء سوف يكون جيد معكم استايل الكويك كونتر وليس اللونغ بال كونتر والاستحواذ وكذلك استايل الاوتوايد ولاعن ننتقل بسرعة الى الخطة استايل سمعنا في هذا المقطع وهي الخطة الاخيرة ننتقل الى اصدقاء للتعرف على اخر خطة معنا في هذا المقطع نقوم بالضغط على اصدقاء هنا ثم ميجيا سودا جيتوليك ونقوم بنزول مباشرة الى هذا الفرق كما تشاهدون هو الفرق التالت ما قبل الاخير نقوم بالنعد الرجوع عودة بسرعة الى الخطة الخاصة هنا ونقوم بالضغط على وكما تشاهدون اصدقاء فهذه الخطة الخاصة بهذا الفرق يمكننا الاعتماد على ثلاثة مدافعين او ثلاثة قلوب دفاع سوف اقوم مثلا بجلب اللاعبين هنا بعد ذلك هنا واعتمد على لاعب في مركز الام اف يمكننا الاعتماد على اللاعب ميسي كما تشاهدون هنا يا اصدقاء انصحكم بالاعتماد على لاعبين الام اف وارام اف يساندون دفاعي لأنكم تشاهدون هنا أصدقاء سوف يكون هناك الكثير من المساحات من هنا وكذلك من هنا بالنسبة لفريمبونغ فهو جيد دفاعيين أصدقاء ما بالنسبة لراشفورد ليس أفضل شيء من ناحية الدفاع ولكن سوف أعتمد عليه على أي تحل أنه لاعب سريع وسوف يساند هجوميا بالنسبة لمراكز العامة في أصدقاء نصحكم بالإعتماد على لاعبين سريعين وكذلك يساندون هجوميا بالنسبة للدفاع يعني لا يحتاجون أن يكونون دفاعيين بل يعني ساندون هجوميا بشكل جيد وكذلك يكونون جيدين في التمريرات مايمر وميسي سوف يكونون جيدين وكافين معي بالنسبة ل هذه الخطة بالنسبة للصائلات لعب الأصدقاء لهذه الخطة أو لهذه التشكيلة يمكنكم الاعتماد على الصائل على الاستحواذ وكذلك الكويك كونتر بالنسبة للأوتويد الأصدقاء ليست أفضل شيء أنا شخصيا أنصحكم بالاعتماد عليها في الكويك كونتر وكذلك الاستحواذ إذن أصدقاء كان هذا كل شيء في هذا المقطع وكانت هذه الخطط التي معنا في فيديو اليوم إذا أعجبكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا بالزر لايك اشترك في قناة إذا كنت غير مشترك بعد فعزل أجلس حتى تكون من بين أول الأشخاص الذين يشهدوا المقطع الجديدة على القناة ولا تنسوا ترك تاريخ محفزنا وإذا كان لديك أي تساؤل أو أي مشكلة يمكنك التوصل معي على الانستغرام الضال أمامك الآن في الشاشة رابط حساب على الانستغرام موجود في الوصف أسفل هذا المقطع كيف أن تضغط على الرابط توجه مبارسة إلى حساب الانستغرام واشترك لي رسالة سوف أجيب الجميع إن شاء الله إلى هنا أي أنت يا مقطع اليوم أراكم في المقطع قادم إن شاء الله ودعا